انا بجيب في فيديو جديد انا احمد عمرو نهاردة هنرعب في ديفيزن 2 او مش نرعب في ديفيزن 2 لو عاد شوف Gameplay is the Division 2 لسه منزلين فيديو او بيدلعدiantور روح شوفو ااااا لعبنا اقود اللعبة شفتنا في ديفيزن 3 عاملة ازاي في الفيديو دي انا هاريكوا المهاربة لتالλαعبة عشان الموضوع مختلف شوية بس ترطى الكلام يا حبيبي. موضوع مختلف عن الجزء اللي فات. فهشحركوا نظام الجديد للإسكلات عمل إزاي وبيلدنج الشخصية وكده. النهوة ده كل حاجة في اللعبة. اللعبة كلها عبارة عن الإسكلات البيلدنج الشخصية الكلام ده كله. أولاً الإسكلات عشان تفتح. هل يسأل تروح للراجل ده. الراجل ده جوه البيل البيض في الخريطة. اللي هي المنطقة الأساسية في اللعبة. ممكن تسافر لها في فاست رافل لو انت عايز تروح على طول مجرد ما تلفل. لما بتلفل بيجي لك نقاط. حلو بتروح عند الراجل ده. تكلمه. ولك فتح مهارة متغفر. ممكن لغاية تفتح سكيل جديدة. هتلاقي فوق هنا كده في حاجة اسمها مهارات. المميزات. خيمة الموظفين. ما عافش ايه خيمة الموظفين دي. بس طريباً دون ناس بيعملوا حاجات معنا لسه ما عافش لسه ما صلوش الجزء ده في اللعبة. فاخيراً أولاً شرح لوكو الجزء اللي قدامي دلوقتي اللي هو بتاع المهارات والمميزات. المميزات دي اللي هي الباسف ابليتيز. في ديفيجن وان كان فيه تريز ديك تري وكازة تري تانية. كل تري كان فيه شوية باسف وشوية اكتف. دي الاكتف ابليتيز. المرادية ما فيش تريز خالص. كل حاجة مفتوحي لك. وانت بدور تسخدم اكتف ابليتيز. عندك هنا فيه كام تمانية اكتف ابليتيز ممكن تسخدمهم. حاجة اسمها النبضة. فيه مدفع رشاش لانا فتحته. فيه خلايا فيه فيه قاطف الكيميائي فيه الدرع فيه التغارية الالية واللغم المتعقب. وطائرة مقاتلة. هنشوف كل حاجة بتعمل ايه? هنا مميزات زي مسلا طلق الزيادة تشيل عماكن زيادة تحط سكوب في السلاح. كلام ده كله. نشوفهم واحدة واحدة. اول حاجة المهارات. عاود انا عاف ان فيه مهارة متوفرة والله. اوكي احنا غيرنا مكان الكاميرا عشان ما نخ نخبش الفيديوهات اللي شغالة دي. الفيديوهات دي ما نخبش مكانها. اه دي اول اسمها نبضة. بتعمل سكان للمزة حواليك. بيبان لك كل المزة هما فيه زي كان ورا كفر. او جوة اوضة معينة. بيتبان لك انت والفريق بتاعك اللي لعب انكم تلاقي فيه اربع افراد. فبيبان لكل الناس اللي في تيم معاك. مش انت بس اللي بتشوفهم. لما بتعملها ابجريد هنا. الابجريد ده بي خليها تعمل سكان كزا مرة. بتعمل سكان. بعد شوية تعمل سكان تاني. ف كزا مرة شغالة. وابجريد التالت. اها بتعمل مرتين وارة بعد اهو. والابجريد التالت بي خليها بتعمل بتسانو الانميز وبتبوز الالكترونيكس بتاعتهم. دي اول سكيل. السكيل التاني هي رشاشنا نعملتها. سكيل دي جميلة جدا جدا. يحتاج العميل لا دعم. واللي يحتاج للعميل الدعم. ده معنا ان فيه حد طلب هلب ما انا ممكن اخش ساعدة. حد اونلاين يعني. ده رشاش بتحطه هنا بيقعد يدرب الاعداء. بتضيقهم وترخم عليهم ويقتلهم جميل جدا جدا. هنا بتخليه رشاش بيدرب برشاش الحارق. بيدرب نوار بس بياخد خمس بوينت ابيليتي. بياخد خمسة بوينت. ده ارمعي واحدة بس. تالت واحدة بتخليه يضرب اه او طالقة قيل عشان لو حد يلبس ارمور او معاه شيلد او كده. بتبوز هالو. بتخليه يتدرب من وراها بس بطيق شوية. تالت حاجة ده يا الخليه. الخليه دي بترميها كده بتهيل اي حد في المنطقة اللي حواليك. بتهيلك انت او الفريق بتاعك. انا بتعمل ده بتحول لنوع اي خليجة دبابير. دي بترميها بتطلع زي روبوتات زغيرة جدا بتدرب الناس وبتشتتهم وكده. بتعمل دامج يعني. هنا بقى الابجريدة دي بتخليها بتنعاش خليت انعاش. بتصحي اي حد ميت. الممكن ما صاحبك تموت بدها ما تروح صحي ترمي جنبيه واحدة من دولة وهو بتقوم على طول. او تخليك واف جواها تموت طوال تصح تموت تصح لحد ما تخلص ببوز وخلاص. الابجريدة اخير ده هي الخلايا المعززة. دي بتدي زي دم الزيادة او بيقول لك هنا تز اعلى باسلحتك. فدي عموما السكيل لتسببورت ونت عايز ترعب سببورت ساعة فريقك. اوكي السكيل درب على هي القازف الكيميائي. بتخش بتلاقي اربعة حاجات منها. اربعة صح اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة. تفتح واحدة منهم. او تفتح كلهم وتبادل اللي انت عايزوا. اول واحدة اه بتدربها على اصحابك. بتهيلهم بتديهم ارمور بتاعهم. حلو. مش على الحرائق. دي بتخليك تدرب غاز كده. لو ضربت فيه نار او كده بينفجر. بيعمل نار. جميل جدا. اه تلات اختيار. اه بتعمل حاجة اسمها رغوة الشغب. دي بتخليهم ملزوئين في الارض. تفش تحركوا. بتلزق الناس جوه الارض. رابع واحدة. يقوم المؤكسب بنشر صحابك. اوكي بتعمل غاز سام. بيعمل دامج اوبر تايم. حلو جاء حد ما ما واحد يموت. جامل جدا. الخامسة وهي الطائرة مقاطلة. دي كده. لطيفة جدا. عندك تلات اختيارات منها. حلو? اول اختيار اللي هي مسببة العمى. بتعمل بتعلم على الانيميز. امراميها. بتروح عليهم. ارميها بتروح عليهم. بتعمل لون بلايند. تدون فلاش كده. واحد واحد ورا واحد ورا واحد ورا بعض كده. فبقاوش شايفين زي مصاصيل كده. تاني واحدة المفجرة. دي بتتعلم برضو على الانيميز. بترميها. بترمي عليهم قنابل زغيرة. نشوفها دلوقتي. هي بتطير هي. هتروح على دات امرامي عليها قنبلة هي. بتنور احمر. قنبلة هنا قنبلة هنا. اما هي تشغل بها يفجروها بعد كده القنابلة هتنفجر فيهم. وانفجرت فيهم مواطسهم كلهم. كلهم م مدمرة. اه تلحق خطيرة مدمرة. اوكي ماشي. بتعلم على الناس. بترميها. بتروح تحط فيهم حاجات تنفجر. قعد ينفجر ويموتوا. وبس كده. لسكرة خمسة هي اللغم المتعقب. دي اه زي كويتش كده بترميها او كورة على الارض. تعطي الظهرج تروح تفجر نفسها في حد. في هنا اول واحدة هي. يلا يا عم. هي بحطها تحت تجليب. كده ام الظهرجة رايح تفجر نفسها في الكابتن اللي هناك ده. فيموت. ممكن تعمل لها امش افجريد. ا امش افجريد. ادي اختيار تاني منها يعني. ترميها على الارض. تروح ترميها في الهواء. تفارعها تنزل تنفجي كتير على الارض. لو فيه كزا حد بتموتهم كلهم مع بعض. هنا فيه ترمي كزا واحدة. صغارين كده. بحط ثلاثة صغارين بيروح ينفجروا كزا حد مع بعض. مهم هي بكل بساطة بتروح تنتشر. تفاجر نفسها في الانمز اللي حواليك. اوتوماتيك بغير ما طوع تنشلها. لسك الرقم سبعة اللي هي الدرون. او الطائرة الالية. دي عندك منها واحد اتنين تلاتة اربعة اختيارات مختلفة. اول اختيار بيبقى درون بتطير وبتضرب طلقة على الناس. بيزق جدا. هي اوتوماتيك. انت بتعملش بنا حاجة بترميها وخلاص هي بتعيش حياتها مع نفسها. تاني درون دي معقدة شوية وغريبة جدا. انا يعني نفس اجربها وشوف اعملها زي جا واللعبة. دي درون بالصد الطلق اللي بتضرب عليك او على صحابك. يعني الطلق وهو في الهواء جاي ضرب عليك طلق. وهو في الهواء تقوم هي ضربة طلق ام بو فضاها. تكنولوجيا غريبة جدا الصراحة. بس هي بصد الطلق. دي حاجة حلوة جدا ممكن ترميها. ونتمشي عاين غير ما كون في كفر. ما فيش طلقة هيجي فيك. هي بصد كل الطلق. هنا في درون دي بتعمل صاروخ تقريبا. اوكي. بتتراك الان بتقوم رامي اخو مبارة تفجر. دي درون انت هترعب ستيلس. طبعا انت هترعب ستيلس مسلا لمدة ربع ثانية بعد كده موضوع هيال باكشن. هنا دي جميلة جدا الصراحة. بفكر فعلا جدا انا اش اصحابك. ممكن هي بتروح اوتوماتيك تسيبها مع تتعيش حياتها مع نفسها. تقعد تهيل الناس وتديهم تاني. يعني جميلة جدا الصراحة. اه تخليك مركز في الفايت ومش حامل هام لانك تتضرب هيك 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 بتهيلك انت اصحابك يعني. فدي سكيل لطيفة صراحة. بفكر اشتريها دلوقتي. السكيل التاملة والاخيرة وهي الدرع او الشيلد. دي بقى معلم بتعمل ايه? عندك تلات اختارات مختلفة. اول حاجة درع كبير. اه بيحمي جسمك كله. لكن ما فيش تمسك معه غير مسلس بس. وهو بيتلوش في جامل كل حاجة تيجي في الدرع. تاني درع. درع برضو لكن مفتوح من فوق. مش بيحمي الرجل ولا بيحمي الراس. لكن ممكن تمسك مع على الشاش. دي لطيف برضو يخليك فصل كون بل كده تحرك بسرعة شوية. تاري الدرع حاجة اسمها الدرع العاكس. دي لو حد قريب منك وضرب السلاح. ضرب الدرع. الطالب يتعكس عليه هو. يعني كانوا ضرب نفسه مسلا. فمش بتحمي الجسم كله لكن هي لطيفة انا تموت الناس يعني. تموتهم بطلقهم وتموتهم بالسلاح بتاعك برضو. دي تلات درع مختلفة. دي كده التمر السكيلات الاساسية. التمر السكيلات الاساسية اللي هم الاكتف. آآ بتختار واحدة منهم مسلا او كزا واحدة تعطيبات لما منهم اللي انت عايزوا. على حسب البلد بتاعتك على حسب السراتيجية اللي انت ناوي تلعب بها. نخش بقى في حاجات الباسف. حاجات الباسف اول السكيل بتفتحها يدي اكباري. اللي بتفتح سلاح تاني. معاكس الاحين. حلو? بقى كده بقى الحاجات جدا. انت كل ما تلفل بيجي ل منها حاجات معينة. هنا كل حاجة بتاخد بوينت تقريبا. معاها حاجات معينة زي دي تاخد خمسة بوينت. مسلا عندنا اول سكيل دي. دي بتزود آآ لما بين كل مهمة ومهمة او بين كل منطقة او منطقة مهمة بيكون في آم وكده بوكس معين او حاجة اسمها ريسابلاي. ريسابلاي دي بدي تديك طال. لما بتاعمل ده بتخليك كمان تديك ارمور بتاعك. ترجعك ارمور بتاعك تاني. يبقى كامل خالص ارمور بتاعك لما بتكسة مش بيرجع. لازم تصلح او لازم بتاخد وقت في كومبت يعني او بيكلفك حاجة يعني. فده بترجعه لك ببلاش. من جرر ما تاخد بيسابلاي. دي بتاخد خمسة بوينت. حلو كتير جدا. بس بتديك فرصة خمسين في المية انك تاخد حاجة زيادة لما تفتح الكريد بتاع الامو او الحاجات دي. بيديك نسبة انها دي يجي لك حاجات زيادة لوت زيادة او كده. هي غالية شوية لكن اعتقد ان ما بتفتح سنديك كتير جدا 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 جدا. اتراك حاجات كتير حلوة. انت وانت في الفايد بيكون معك اه حاجة بتهايل بها الارمر بتاعك. حلو? دلوقتي انت ممكن بتشيل اخلك تلاتة لما تفتح السكيل دي بيبقى اربعة او خمسة او ستة لحسب الابجريدز انت عملتها منها. هنا السكيل دي عشان تشيل قنابل زيادة ممكن تشيل خمبلة زيادة او خمبلتين زيادة او طلع قنابل زيادة. هنا بيخليك ممكن تشيل حاجات زيادة في الشنطة عندك. اتا كان عشر اماكن زيادة او عشرين او تلاتين. هنا مش بزود الشنطة بتاعتك. هنا بتزود الصندوق بتاعك. انت عندك شنطة على ظهرك وعندك صندوق بتخزن فيه. هنا بيزود لك الصندوق بتاعك ده عشرين او تلاتين او خمسين منطقة زيادة او حاجة زيادة. هنا السكيل دي. دي بفكر اجيبها دلوقتي انها لما بتضرب هيتشوت بيديك اكسبرينس زيادة. فدي لما تديك اكسبرينس زيادة بالهيتشوتس وانت بتضرب هيتشوتس كتير هتلفل اسرع يعني هجيلك نقاط اكتر تجيب سكيلات اكتر بعدين. فهنا بفكر ابدأ بيها عشان في الارلي جيم اه مضرب هيتشوتسي. الافل اسرع فاو ده رفتح سكيلات اكتر في الاول. سكيل دي بتاعتي الراصد. بتخليك تشوف المناطق اللي حواليك مسلا حاجات ممكن تلويتها هسنة دي او كلم ده كله تخليك تشوفها. انك في العادة لازم تدور عليها. او ببص عليها بتلمع كده شوية او عليها علامة معينة. لو انت ما شفتهاش ما شفتهاش بشكل مباشر وهي ورى حيط او كده ما تشوفهاش فالراصد دي بتخليك تشوفها وهي ورى حيطة. او خليك تعرف ما كانها في بالزبط. موارد تصنيع. دي الحاجات بتعمل بها كرافتينج او كده. ممكن ليها ليها كاب معين. ليها حد معين. لما بتعمل ده اوبجريد ممكن تشين مية زيادة او مية وخمسين او خمسمية زيادة على حسب بتاعك. لكن عشان تعمل اوبجريد تلاتة لازم تكون مستوى ليفل تلاتين. يعني لازم تعمل اوبجريد ده وانت في ليفل تلاتين او ليفل في اللعبة. السكيل فوها واحد او فوها تنين او تلاتة. الفوها دي اماما هي كاتم الصوت سالنسر. اه لما ت تفتحها في الاول خلص لازم تحطها علىtalk خمس ستة خمسين متى الاسلحة اللي هي الاسلحة الامريكي. لما تعمل له بتحطى الاسلحة الروزي هي تاخد طال اسبعةين وستين. creeつ ممكن لحطي عمصادس. تسعة ميلي اوبجريد الرابع والاخير. بيخليه تحط على مصادس اللي بياخد طالtać خمس واربعين كاليبر. فدي اوبجريد كاتم صوت الاسلحة اللي معك. هنا في ممكن تحطها. ممكن تخليها هنا هنا. هنا في بتخلي الركويل الاقل بتاع الاسلحة. هنا لما بتعملها معها الليزر بيقيم بيها. تفكيك. اه ممكن تبوز الاسلحة اللي معاك وتجيب منها. لما بتأبجريد دي بتخلي دي اعلى. فالتمكن امعلم تقعد تأبجريد شخصتك كل حاجة ناكش تقبل دي خالص. تيجى مسلا بتخلص اللعبة تبقى ناوي تعمل بقى كرافتينج واسلحة وبتاعها وزبط حالك. تعالي دي تدمر كل الحاجات اللي معاك وتكرافت حاجات جديدة. انها بيجي لك اكسترا ماتيريال ازا تكرافت بيها. الابلتي بتاعت او البرك بتاعت موارد واحد. ما عفش لا سامي غريب موارد واحد موارد اتنين. بس ما علينا يعني. اه دي بتخليك الحاجات اللي هي بحت الكرافتينج او كده. بتخليك تشيل واحدة خمسين واحدة زيادة. بتعمل لها اوبجريد دي يضف لك كمان خمسين. اوبجريد تير يضف لك كمان خمسين. جواز المستوى الصعب واحد. عشان فيه جواز المستوى الصعب اعطيها اتنين بس هي مقفولة لسه. اه فيه زي مهارات او مش مهارات تيه زي مهمات كده بتبقى صعبة جدا. ممكن تعملها مرة في اليوم. لما تفتح لسكل دي تعملها مرة في اليوم بيجي لك اه جواز عليها. لما بتخلص الليع بتوصل ل مستوى التلاتين بيفتح لك حاجة اسمها مستوى التحدي. او معافش اسمه ايه بالانجليش الصراحة. بس ده بيبقى اعلى اصعب من الهارد بتدري تلعبه بتطلع لفل تلاتين ويجي لك جواز منه. الاعتاد واحد. اه لما بتعمل شخصيات عمون او بلز عمون ممكن تعمل كزا بلد. وتعط تبادل ما بينهم. اخرك تعمل تلاب بلدات تبادل ما بينهم. لما بتعمل دي بيخلاك اربعة او خمسة او ستة. دي مش حاجة غير انت في لفل تلاتين. لما يكون عندك كزا بلد مختلفة. اه بلد مسلا لمهمات بلد الدراك زون بلد مش حالف لايه بلد الايه. الكلام ده كله. تبادل ما بينهم على طول مغير ما تبادل تغير الاسلحة والليبس وكلام ده كله. اه في اسلحة مميزة في اللعبة. ما جاليش ولا واحد منهم بالصراحة. لكن اه لما بتفتح السكيل دي لازه يكون في لبل تلاتين. فلما تخلص اللعبة ان شاء الله انا اعرف في ايه الاسلحة اللي فيها طلق المميز دي. بتخليك بتاخد خمس على فكرة. دي مهارة غالية جدا. بتخليك تشيل طلق زيادة للاسلحة دي. اعتقد اسلحة قوية جدا. هتحتاجها في بوزفايتس معينة. اسلحة تيجي من مهمات معينة. اه اعتقد ده بيتزود الامة بتاعتها. بس احنا كده خلصنا المهمات دي. حاجة كمان بقى عشان تعرف قوة شوشاتك قدي. دي الاسلحة اللي معاك. دي الدروع اللي معاك والكلام ده. لو جينا مسلا عند الدرع ده بنلاقي مسلا هو بيزود عشان في المية حماية ضد الخطر او بيزود عشان في المية مسدس او مهارة الدرع تبقى اقوى لنسبة خمشان في المية. ده الكلام ده لما انت تجيب لتكت كلها. الارمور بتاعتك كلها. بتاديك الحاجات دي كلها. لكن دي عموما بتزود اتنين في المية الكريتكال هيت. لو جينا بقى خش بقى هنا. فيني يا ربي. هنا فوق بالزبط. حتة اللي أستيقل بتاعتك. والسلحة دلوقتي. هنا اقول لك دمج السلاح مية اتنين وخمسين. الكريتكال هيتس سبعة ونصف في المية في سبعة ونصف في المية احتمال لنك تعمل ضربة اقوى بنسبة ترتين في المية. ده غيران الهيتشوف بتبقى اقوى خمسة وخمسين في المية. الرنج بتاع السلاح واحد وتلاتين. الروض طايم باخل اتنين ونصف في المية. البونس بتاع اللي هو ليولو أسرع زيتها في زيرو في الدقة 0% التعبهات 0% للحاجات دي بتزيد من البركس او من الحاجات اللي حفناها من شوية규 اللي هي بتزود في السلاح مسب 2008 فيww كلها 0% دي بتزيد من الابجرز بتاعتك. لما بتلوث الشخصيتك دة كلها Algun bitata on cloud that'day زي مسلا دامج كل الأسلحة دامج للبندقيات. دامج الرشاشات الخفيفة دامج الرشاشات الصغيرة الـ SMG aaa pra دامج زادة للبندقية او المتدس او الكلام ده كله. هنا بتزود برضو الاسكنيلات بتاعتك والحاجات دايج الديفنس بتاعك بقى الدرع. الفين تلتمية تلتمية خمسين ده اللي هو لحد دلوقتي ده اعتبر قليل. برضو الحاجات دي بتوعب تزيد. لما توقيت اوبجريد. تجيب ارمورز اقوى. تعمل اسكلات اعلى. كلام ده كله. فممكن تتابع بلد شخصتك من هنا على طول. تعرف السلسة بتاعك هي ايه. هيكل اللي حاجة تعتبر زيد دلوقتي انا لا تسع منش اي حاجة خالص. سلسة ليفل واحد. او ليفل تلاتة يعني. ما عامش اوبجريد لقى ايه حاجة خالص. عامش ولا بلد. لكن لما تصل ليفل تلاتين. بتدور تتابع البلد بتاعتك بتاعت شخصيتها تاعتك من هنا. تشوف انت وصلت لايه. اصلاحتك عاملت ازاي? كلام ده كله. فهي البلدات مختلفة عن لكن الاسكلالات في النهاية تعتبر هي هي. لكن موضوع مختلف شوية. كان زمان عندك ثلاثة تريز تختار ما بينهم. الموضوع مفتوح لك تماما. تعمل اللي انت عايزه تجيب حتة من هنا على حتة من هنا. على سكين من هنا. على بيركي دي على السلاح ده. دي اخترع بلد جديدة مالهاش وجود. فهي الموضوع ده احسن بكتير جدا. فضونا في الكومنتات رأيكم في النظام الاسكلالات او الابجريدز بتاعت الشخصية او البلدنج الشخصية في رأيكم في ايه? لو اعنك سؤال اسألنا في الكومنتات وراجبك في الفيديو. اعمل لايك لو ما تجد في القناة. اعمل سبسكرايب. شوفك في فيديو جاي ويه? سلام. اشتركوا في القناة.